اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على مازمبي لكن خليني قبل مروح اتكلم عن مباراة اليوم واتكلم عن الامور الفنية خليني في البداية بقدم خالص العزاء في وفاة العمدة عمدتنا فنان الكبير صلاح السعدان فنان الكبير الأهلاوي جدا 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 يمكن في ناس كتير ما تعرفش العمدة صلاح السعداني وعلاقته بالنادي الأهلي العمدة صلاح السعداني كان تقريبا ما بيسيبناش ماتش وبيحضر معانا المباريات وكان دايما كان دايما بعد أي مكسب أو لقدر الله بيبقى فيه واقعة ولا حاجة يكلمنا يكلم اللعيبة يكلم اللعيبة ومفيش مشكلة احنا النادي الأهلي انتوا قادرين تعوضوا لو حصل حاجة ولما بنكسب كان دايما بيبقى ورانه وفرحانه وسعيد زي ما يكون نزل بقى طفل صغير فرحان مثلا بهدية حد بالدهار ده كان عمدتنا كان العمدة صلاح السعداني فالعمدة صلاح السعداني مش عايزة أقول لحضراتكم قد إيه كانت أهلوياته قد إيه كان طيب جدا 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 شخصية مثالية شخصية فوق الوصف افتقدناه افتقدناه من كذا سنة هو بعيد وبعيد عن الشاشة فكنا ما افتقدينه ولكن الحمد لله رب العالمين هو فرح راح في حتة أحسن راح في حتة أحسن إن شاء الله إن شاء الله ربنا يرحمه ويصبر أهله ويسكنه فسيح جنته معنا على الشاشة بعد الصور لعمدتنا ده طبعا الأول كابتن محمود الخطيب وهو بيقدم واجب العزاء لأسرة الفنان الكبير صلاح السعداني طبعا زينا بقول لحضراتكم الفنان صلاح السعداني كان قريب مننا كلنا كان قريب مننا كلنا كان النادي الأهلي ده في دمه يعني مش عايز أقول مشجع زي المشجعين الدرجة الثالثة لا هو هو مشجع أكتر من كده كمان رحمة الله عليه ربنا يسكنه في صيح جنته ويلهم أسرته الصبر والسلوان معنا برضو العمدة في أحد اللقاءات في قناة النادي الأهلي وهو مش غريب عن النادي الأهلي على فكرة هو كان متواجد بصفة دائمة في النادي الأهلي وكان متواجد بصفة دائمة في انتخابات النادي الأهلي وكان متواجد بصفة دائمة في مبارات النادي الأهلي وكان دائم الصلة بينا وكان دائم الاتصال بينا تليفونيا في الماتشات يعني مش عايز أقول لكم قد إيه كانت أهلويته أهلاوي أكبر أكتر من الناس كتير جداً. فالمهم ربنا يرحمه وزي ما قلت لحضراتكم.